بالنساء شعار الحملة التي أطلقتها لجنة المرأة في نقابة المحامين ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام وفي طول كرم أطلقت الحملة بحضور العاملين في مهنة المحامة وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية كنوع من أنواع المساهمة في تحقيق وتشسيد سيادة القانون وتشسيد حقوق المرأة بالمختلف القضايا سواء القضايا التي تتعلق في الدين الإسلام الحنيف أو في العنف الذي يمارس ضد المرأة كان دور كبير لنقابة المحامين من خلال هذه الحملة الحملة التي تستمر فعالياتها أسبوعين تشمل تقديم الاستشارات القانونية للنساء في المحاكم النظامية والشرعية وعقد ورشات توعوية في الجامعات والمدارس حول حقوق المرأة المكفولة بالقانون هذه الحملة مهمة جدا جمالا لتوعية النساء بحقوقهم سواء الحقوق القانونية اللي بكفلهم إياها القانون من ناحية الميراث من ناحية الحقوق الشرعية من ناحية الحقوق القانونية أو كتعامل اللي هي ناحية المجتمعية نحاول أن ننشر التوعية سواء في المدارس في الفئات الشابة ففي قلقيليا أقامت لجة المرأة في نقابة المحامين وقفة تضامنية مع النساء التي يتعرضن للعنف في إطار الحملة وذلك بمشاركة المؤسسات المعنية والحقوقية كصرخة لمناهضة العنف بكل أشكاله ومسبباته رسالتنا إحنا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة رسالتنا إحنا أن يكون مجتمعنا خالي من العنف خالي من اضطهاد المرأة أنها المرأة هي لبن أساسي في المجتمع ويجب الاعتماد عليها في كل المجالات وهي الآن شريكة الرجل على كافة المستويات ويجب أن تكون تتمتع باحترام وكرامة عالية من كبل الرجال في المجتمع ولم تأل القيادة والحكومة جهدا لإقرار الأنظمة ومواءمة القوانين مع اتفاقية سيداو التي صادق عليها السيد الرئيس للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ومنحها حقوقها بالتساوي مع الرجل توعية النساء في فلسطين حول حقوقهن وتقديم الاستشارات القانونية لهن هو جزء من مواجهة العنف ضد المرأة فيما يبقى عنف الاحتلال ضدهن هو الأكثر شراسة إيهاب ضمير تلفزيون فلسطين طول كار